اشتركوا في القناة مقدسة ممتعة إلى القرن الأول الميلادي ليروي لنا حياة رجل نشأ متعصما لعقيدته وديانته إلى حد اضطهاد من يخالفونه فيها ثم وبمعجزة مبهرة وهو في طريقه إلى دمشق العاصمة السورية أقدم مدينة مأهولة في التاريخ أشرق عليه من سمائها نور الحق لينزع عصابة عينيه وليشرق في بصيرة روحه ويضيء ظلمة قلبه نور يسوع المسيح ليتحول ويتغير ليصبح أعظم سفيرا للمسيح مر في تاريخ البشرية وعلى مدى الأجيال إنه القديس غورص الرسول ترجمة نانسي قنقر 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 هل صحيح بأن الحجارة كما يقال عنها لا تتكلم؟ السيد المسيح قال ذات مرة وهو يدخل أورشاليم حيث ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم قائلين مبارك الآتي باسم الرب سلام في السماء ومجد في الأعالي أما بعض الفرسيين وهم أعداؤه من الجمع فقالوا له يا معلم انتهر تلاميذك فأجاب وقال لهم إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم اليوم ها هي حجارة دمشق تتكلم بلغة سيعرفها العالم أجمع تتحدث بلغة الحجارة الصامتة تحكي حكايات النور والمحبة تروي الكثير من الحوادث التاريخية والإيمانية وهنا قلبي ترنيمتي سلامي أليس في كتب التاريخ سلام وأفراح؟ سائليني حين عطرت السلام كيف غار الورد واعتل الخزام ضمع الشرق فيا شام اسكبي واملأ الكأس له حتى الجمام أهلك التاريخ من فضلتهم ذكرهم في عروة التهري وسام من أين سأبدأ؟ من بساتينها الغناء الخضراء المثمرة التي تلفها من رائحة الزيزفون وأشجار الزيتون؟ أم من جبل قاسيون؟ أتأمل سماءها يا من ظهرت بكل مجدك فيها هنا في هذا المكان تلكوكب حدثت معجزة مواجهة غيرت حياة وقلب شاول من هو شاول هذا؟ شاول هذا هو اسمه العبراني أولد حوالي السنة العاشرة للميلاد من أبوين يهوديين في مدينة ترسوس بولاية كيليكيا التي تتمتع بالامتيازات الرومانية آنذاك وهي الآن مدينة في تركيا وتحتفظ باسمها ترسوس أو توروس شاول بطبيعة ميلاده هذه كان يتمتع بالامتيازات الرومانية لذلك وصف نفسه ذات مرة بأنه روماني ولكنه نشأ وتربى في أورشاليم وهو من صبت بن يمين الذي يعتبر من أكثر المذاهب اليهودية تشدداً وتمسكاً بأحكام الشريعة وهو المذهب الفريسي وقد تعلم الشريعة على يدي جمال إيل وهو من كبار العلماء وأحد أعضاء أعلى سلطة دينية عند اليهود وهو مجمع سنهندريم هل فهمتم الدرس؟ لقد فهمنا يا معلم من منكم لديه استفسار؟ أنا أيها المعلم جمال إيل تفضل يا شاوي ما هو سؤالك؟ أين سيولد المسيح وملك اليهود؟ في بيت لحم لأنه من سط يهودا ونسل الملك داود أيها المعلم عندما سيأتي هل سيجعلنا أسياداً على الأرض؟ طبعاً لأنه سيبيد كل الأمم وسنمتلك الأرض والسماء أولسنا نحن شعب الله المختار؟ تخيلوا أنكم ستكونون أسياد العالم صلوا إذن ليستجيب الله ويرسل المسيح المخلص ملك اليهود آمين ترارع شاول هذا ونمى متعصباً متشدداً لعقيدته هذه لذلك حارب المسيحية الناشئة بضراوة وقسوة باتبارها في نظره انحرافاً وضلالاً فكثف جهوده على مقاومتها واضطهاد أتباعها وقتلهم وتشريدهم في محاولة القضاء على هذا الضلال عن دين إبراهيم وموسى والأنبياء حسب زعمه مع سائر القيادات الدينية اليهودية وقد اعترف شاول فيما بعد باتهاضه لكنيسة المسيح بنفسه لذلك يا أيها الملك أجرباس ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أموراً كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري أيها الوالي فيستوس كان يمكن أن يطلق صراح هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر وماذا صنعت؟ حبست في السجون الكثير من القديسين آخذن السلطان من رؤساء الكهنة وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مراراً وتكراراً حتى أضطرهم إلى التشديد وإذا أفرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج يسوع الناصري كان على الأرض قائماً بإرسليته الإلهية عندما كان شاول شاباً وتعاليم يسوع كانت تنتشر في كل المنطقة وكلماته كلمات الحق تعارض الرياء والتعاليم المضللة وعلاوة على ذلك كان الناس عامة متأثرين بمعجزات وخدمة المسيح ونتيجة لذلك بدأوا في اتباعه وأصبح الموقف أصعب بصلب المسيح وقيامته فلم يكن من الممكن إخفاء أخبار قيامته وصعوده إلى السماء فقد كان هناك شهود كثيرون جداً لذلك كثف القادة الدينيون جهودهم للقضاء على هذه المشكلة المزعجة حسب تعبيرهم وأصبح أتباع يسوع يعرفون بأتباع الطريق وكثيرون منهم جاءوا من أرشليم إلى دمشق بعد الاضطهاد لأن الشاول كان يطاردهم من بيت إلى بيت ويجرهم إلى السجن وكانوا يعذبون ويدربون أشد الضرب موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 تجديف على موسى وعلى الله وإن يسوع الناصري هذا سوف ينقض الهيكل ويغير العادات التي أعطانا إياها موسى ايها الرجال ايها الاخوة ايها الابا اسمحوا ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين وقال له اخرج من بيتك وعشيرتك فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في أرض حاران إلى أين؟ ألا تريد أن تستمع إلى ستيفانوس؟ كنت أستمع إليه الآن إنه يريد أن يعطينا درسا في الأخلاق والشريعة عن إذلك أريد أن نذهب إلى عملي وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا فتربى ثلاثة أشهرا في بيت أبيه ولما نبذ تخذته ابنة فرعون لنفسها ابنا فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأهمال ولما كملت أربعون سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل زيناء في لهيب نارع الليقة ولما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر وفيما هو يتقدم لي تطلع صار إليه صوت الرب أنا إله آبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوم هل تريد أن تحكي لنا شريعتنا أيها الأحمق؟ فارتعد موسى وقال له الرب اخلع نعلى رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة وقد سمعت أنين الشعب في مصر هلما الآن أرسلك إليه؟ هذا هو موسى الذي ينكروه قائلين من أقامك قاضيا ورئيسا؟ هذا أرسله الله رئيسا؟ هذا أرسله الله رئيسا؟ هذا أخرجهم صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البرية وفي البحر الأحمر أربعين سنة هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب أصمت أصمت وأخرجوا منه أنه يجدف أنه ينقض شريعة موسى أسكتوه أخرجوه أي الأنبياء لم يضطهدوا آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم صرت مسلمي وقاتلي وقد أخذت مننا موس ولم تحفظه وقد أخذت مننا موسى ولم تحفظه تحفظه قليورجم 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 إني أعز سموات مفتوحة وإن الإنسان قائماً عن يمين الله قلعاً اشتركوا في القناة 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 سأتي بهم وقيادين ومقهورين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيفانوس السيفانوس الذي جر من باب دمشق في أورشاليم إلى خارج المدينة مكان الرجم والإعدام هو نفس الباب الذي خرج منه شاول إلى دمشق معتقداً أنه باستئصال المسيحية من دمشق قد يمنع انتشاره اشتركوا في القناة 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 ليصل إليهم ويقبض عليهم ويعود بهم إلي لنسومهم أشد صنوف العذاب كم أتمنى ذلك كم أتمنى ذلك ما بك يا شاول تبدو قلقا لست قلقا يا رأوبين لست قلقا وإنما أفكر ووصلي إلى الله كي تطول أرض لأصل إلى دمشق وأقبض على أتباع ذلك الناصري وأعذبهم عذابا شديدة ترجمة نانسي قنقر شكرا salam ما بالك يا عوزة يبدو عليك القنق لا أدري ماذا أقولك يا استير لا أدري قل لي ما بك ماذا تخفي عني لقد علمت أن شاور الترسوسي الذي اضطهد وعدب وسجن وقهر الكثيرين من أخوتنا في أورشاليم والآن في طريقه إلى دمشق ليرقي القبض عليهم هنا لا تخاف إن الرب معهم ومعنا يسمع ويرى أتعتقدين أنني خائف على نفسي أنا؟ لا لا أبدا كيف أخاف؟ ويسوع المسيح قد وعدنا بأن يكون معنا في كل الضيقات ولماذا القلق إذن؟ قلق يا زوجتي على الذين لم تصلهم رسالة المسيح بعد أوليس الرب كفيلا بهذا؟ أنا واثق بربي موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شارع لماذا تطهد من أنت يا سين أنا يسوع يسوع الذي أنت تطهد صعب عليك أن ترفس مناخك يا رب ماذا تريدني أن أفعل قم وادخل إلى النمين هناك يقابلك ماذا يمنع مع من كان يتكلم شاول هل سمعت ما سمعته أنا؟ لا أعرف لم أسمع اللي صوت شاول ولا مر غير النور الذي كان أمامه النور الآتي من السماء ألعله كان يتكلم مع ملاك؟ هل الله ظهر له؟ المجد لك يا رب المجد لله المجد لله المجد لله المجد للقناة لقد كان هو نفسه يسوع الحي القائم من الأموات الذي كان اليهود يظنون أنهم قضوا عليه كان هو نفسه الذي تكلم وكان مجده السماوي هو الذي أعمى عيني شاول من شدة نوره المبهر كان حقا أن يسوع قد قام من الأموات وصعد إلى السماء في مركز هذا الاختبار العجيب نجد المسيح يسوع إن شاول هنا لم يكن يعين رؤيا لكنه عاين المسيح المقام ذاته سبحانك رب ما أعظمك نعم هنا فتحت السماء أبوابها في هذا المكان قرب دمشق تل كوكب سمي كوكب نسبة إلى كوكب الصبح المنير نور يسوع المسيح الذي كان أقوى من لمعاني الشمس والذي أضاء في قلب شاول وأنار ظلمته ليحوله من العبودية إلى الحرية في هذا المكان بنية دير يعرف اليوم بدير الرؤية ترجمة نانسي قنقر إنه أحد الأزيقة في دمشق الذي يقال له المستقيم وشاول في طريقه إلى بيت أحد أتباعي يسوع المسيح الزقاق المستقيم أو الشارع المستقيم يعرف اليوم في مدينة دمشق بسوق متحة باشا ويشتهر بالصناعات القديمة والمهن الحرة المتوارثة عن الأجداد منذ ذلك الزمان أيضا بالبيوت الدمشقية الموزعة على جانبين نعم في إحدى هذه البيوت المنتشرة في أزيقة الشارع المستقيم يقع بيت يهودة أحد أتباعي الحق والطريق يسوع المسيح شاول أرجوك ينبغي لك أن تأكل أرجوك يا شاول أرجوك 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 يا هودة عليك أن تحاول معه مرة أخرى لقد حاولت معه اليوم كثيرا ولم أفلح على كل حال تركت له الطعام أنه يأكل لوحده كيف يأكل لوحده وهو قد فقد بصره أرجوك لأتري شاول 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 أين كنت؟ منذ أيام أنه أنا أبحث عنك كنت في الجليل في الجليل؟ وماذا تفعل في الجليل؟ كنت أستمع إلى يسوع الناصري ليتك كنت معي يا شاول يسوع الناصري أتريدني أن أذهب إلى الجليل كي أستمع إلى هذا النجار الدجال الذي يدعي أنه المسيح؟ الدجال لقد استمعت إليه مع جموع غفيرة على الجبل كانت المحبة والنعمة تخرجان من ثمه كان يتكلم بسلطان كلمات لم نسمع بها من قبل ما أروعها ما أروعها أحسنوا إلى مبغضيكم باركوا لعينيكم أحب أعداءكم وصلوا لأجل الذين يبسيئون إليكم أنتم ملح الأرض أنتم نور العالم لو سمعته يا شاول لغيرت رأيك أغير رأيي؟ هل أنت مجنون؟ أم صدق أنت أنه المسيح المخلص؟ أعد لرجدك يا بن يميني المسيح المخلص تذكره كتب شريعتنا بأنه سيأتي ملكاً وسيولد في بيت لحم لا فقيراً وشحاذاً أتريدني أن أصدق هذا الناصري؟ إهداء يا شاول يسوع لم يولد في الناصر ألم تسمع بذلك الإحصاء الذي أمر به أغسطس قيصة؟ بأن يكتتب كل المسكونة كل واحد في مدينته؟ وقتها جاءت مريم أمه من الناصر حيث كانت تقيم هناك إلى بيت لحم كونها من بيت داود وعشيرة وقد كانت حبلا بيسوع وولدته هناك كأنك لست بن يمين الذي أعرفه أغرب عن وجهه تأكد يا شاول أنني أقول لك الحق 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 معك يا بن يمين خائفون؟ خائفون؟ ولماذا أنتم خائفون يا قليلي الإيمان؟ ألم يعدنا يسوع المسيح أنه سيكون معنا في الضيقات؟ كيف لا نخاف أيها الأخ المبارك؟ وقد اضطهدنا في أوشالين فهربنا منها وقد سمعنا بأنه قادم ري دمشق لإعتقالنا أتشكون في إلهكم الحي؟ ألم يوصنا يسوع المسيح بأن نحب أعداءنا ونصلي من أجلهم؟ دعونا نصلي الآن من أجل كل مبغضين ومضطهدين وخصوصا خصوصا من أجل الشهر وكم وكم صليت لأجله فالصلاة يا أولادي مقتدرة بفعلها وهو يسمع ويستجيب ويستجيب باسم يسوع المسيح آمين آمين والآن لقد تأخر الوقت يا أولادي غدا سأكون بانتظاركم كونوا على ثقة بإلهكم الحي سلام 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 برعاية الرب برعاية الرب بارد برعاية الرب برعاية الرب تنبض باسمك من هذا الذي يصلي؟ وأين يصلي؟ ولمن يصلي؟ يا رو كل شيء مستطاع عندك احمي أولادك وحفظ رعيتك يا رو إنه حنانيا الدمشقي؟ من هو حنانيا؟ إنه دمشقي من أصل يهودي كان قد آمن بالمسيح وأصبح مسيحياً وكان له شهرة وتقدير عظيمان في كنيسة دمشق الفتية وأنه قدم إلى دمشق بعد رجم القديس استفانوس شهيد المسيحية الأول أما هذا المكان الذي كان يصلي فيه فهو بيته ويقع في القسم الشرقي من مدينة دمشق القديمة وهو بيت تحت الأرض ينزل إليه بـ 21 درجة من باب ديق مثلث الشكل يدخله النور من أعلى من نافذتين مدورتين هذه الكنيسة يمكن مشاهدتها خلال دخولك من الباب الشرقي لمدينة دمشق موسيقى هل انتهت القصة؟ لا موسيقى ثلاثة أيام لم يشرب ولم يأكل شيئاً إنني حائر يا استير لا أدري ماذا سأفعله يجب أن نستدع له طبيباً طبيبه هو رب موسيقى موسيقى طبيبال ثلاثة ولم تنصر اشتركوا في القناة 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 لقد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح الكدس يسمى يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أيها الأخ شاول إله آبائنا عالم بقلبك اختارك ترجمة نانسي قنقر والآن لماذا تتوانى؟ كم كم قم واعتمد باسم اليوم قم آمنت بك أيها الإله الحي ربي وسيدي ومخلصي شاول إني أعمدك باسم الآب والإبن والروح الكدس والإله الواحد آمين ما أعظمك أيها الإله الحي ما أعظمك يا رب أشكرك على محبتك العظيمة وحنانك وغفرانك ما أعظمك يا رب ما أعظمك يا رب ما أعظمك أيها الإله الحي غير المستطاع عند الناس مستطاع عندك يا رب هذا ما حصل معي فقد عرفت الطريق كان لي عيون لم أبصر بها وأذناني لم أسمع بهما وقلب من دون بصيرة أما الآن فإني أبصر وأسمع وقلبي أناره يسوع بمحبته ورحمته العظيمة إنكم تنتظرون مجيء المسيح ملك اليهود المسيح الذي تنتظرونه قد أتى هو الذي رفض طبوه وأنكر طبوه وصل الطبوه ماذا حل بشاول؟ أليس هو نفسه الذي أنكره واتهد أتباعه؟ إنه بهذا الكلام ينقض شريعتنا إلى متى ستنتظرون المسيح المخلص؟ هذا هو الذي تحدث عنه موسى والأنبياء فتشوا الكتب والنبوآت إنها تشهد له سبحانك ربي تغير ولا تتغير إنه شاول المطيد لكنيسة المسيح الذي تحول قديساً على مشارف دمشق الشام نراه اليوم رسولاً وديعاً محباً ممتلئاً قوةً وسلاماً يا له من تغير مذهل لقد أحدثت كلمات يسوع المسيح ثورة في حياته فماذا قال له؟ أنا نغرر لك لكي أجعلك خادماً وشاهداً بما رأيت منقذاً إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسيك إليهم لتفتح عيونها كي يرشعوا من الظنة إيمور ومن سبحان الشيطان إلى الله حتى ينادوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيباً بها المققسين لأن هذا دي داع الخطايا يحلل اسم أما معمناً وممكن ودداً لأنه سألت كم يبلي أن يتألم من الشيطان نعم إنها أول الآلام فالمسيحية لا تتضمن بركات عظيمة فقط بل آلاماً أيضاً ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتله علينا أن نقتله دعو والي الملك أريتاز يأمر بقتله علينا رفع أمره إلى الوالي الحارث وتحريده على قتله لكي نكون بريئين من دمه أمام الناس أحسن هيا بنا ومتى حصل هذا الأمر لقد علمت أن الكهنة قابل الوالي اليوم لكي يساعدهم القبض على شاور وهل تتوقع أيها الأخوة حناني المبارك بأنه سيستجيب لطلبهم إنني أتوقع لكن عليك أنت والأخوة مساعدة شاور للخروج من دمشق قبل أن يظر والي الحارث الملك أمره باعتقاله اسمع يا قائد الفرسان أريدك أن تشدد الحراسة على أبواب المدينة لتلقوا القبض على هذا الذي يسمه شاور قبل أن يحرق أمركم أولاي سنوزع الحراس على الأبواب السبعة لقد أصدر والي الحارث الملك أريتاس ملك النبطيين الذي كان واليا للإشراف على القسم النبطي من سكان دمشق أصدر أمره بتشديد الحراسة على أبواب دمشق لإلقاء القبض على شاور ترجمة نانسي قنقر 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 دمشق من أشهر المدائن التي تكتنفها أسوار عالية وها هو السور نفسه وقد بنيت عليه مجموعة من البيوت لها نوافذ ها هو باب كيسان وفوقه النافذة ذاتها التي هرب منها شاول والتي ما زالت شاهدا على ذلك الحدث عبر كل العصور إنها كنيسة القديس بولوس الرسول رسول الأمم الذي انطلق من دمشق إلى العالم بنيت هذه الكنيسة في عام 1925 على سور دمشق وفي باب كيسان اشتركوا في القناة شاول ينجو من هؤلاء الذين أرادوا قتلها واختبأ في هذه المغارة وقتا من الزمن إنها المغارة نفسها اليوم ما زالت شاهدا حيا ناطقا إنها تحكي قصة شاول القديس بولوس الرسول رسول الأمم من دمشق إلى العالم وقد بني فوق هذه المغارة دير يعرف بدير القديس بولوس الرسول موسيقى من هنا انطلق شاول إلى بلاد العرب في الصحراء إلى مملكة الأنباط وبقي فيها حوالي سنتين ونصف حتى يهدأ رؤساء اليهود ولكي يقضي وقتا منفردا مع الله بلاد العرب تعرف اليوم ببصر الشام أو حوران وتقع جنوب شرق دمشق لقد التجأ شاول بولوس إلى هذه القرية فانا والتي تدعى اليوم المسمية كونها كانت أكبر حامية رومانية آنذاك وقد أنضى معظم أوقاته يقرأ ويتأمل ويصلي ويقال بأنه أول من أخبر عن المسيح العرب في بلاد العرب اشتركوا في القناة وبعد أن أمضى شاول حوالي سنتين ونصف في بلاد العرب والتي تعرف بحوران اليوم عاد إلى دمشق ليطمئن على التلاميذ وأخوته في الإيمان ثم صعد إلى أرشليم إنه الأخ شاول الترسوسي لا تخاف أيها الأخ برنابة شاول الترسوسي هذا اضطهد أخوة كثيرين لنا وقد سنعن أنه قد تغير ولم نصدق هذا نعم أعرف كل ما فعله ولكن أنتم لا تعرفون من وكيف أصبح أخونا شاول هذا أيها الأخوة أنا أعترف بخطاياي وكل ما فعلته كان إرضاء لله حسب معتقداتي إلى أن ظهر لي الرب يسوع وأنا في طريقي إلى دمشق ظهر لك؟ وكيف ظهر لك؟ سيروي لكم قصته برنابة ذلك الشخص المشجع الذي كان صلة الوصل بين شاول والرسل برنابة اسمه يدل على فعله ابن التشجيه وبذلك انضم شاول إلى التلاميذ وانطلق معهم بكل جرأة ليخبر عن أن يسوع هو المسيح فحاول اليهود أن يقتلوا أرجو أن تسمع احتجاجي لديكم أنا يهودي ولدت في طرصوس ولكن تربيت في هذه المدينة عند رجلي جملائيل على تحقيق الناموس الأبوي وكنت غيرا على الله كما أنتم اليوم جميعا واتهدت أتباع يسوع حتى الموت مقيدا ومسلما العديد من النساء والرجال إلى السجون كما يشهد لي رئيس الكهنة وأنتم جميعا وأخذت منهم رسائل إلى الإخوة في دمشق وذهبت لآتي بهم من هناك إلى أرشليم مقيدين لكي يعاقبه شاول شاول الترسوسي؟ أهو في دمشق؟ لا ليس في دمشق بل نجا من الموت نجا من الموت؟ كيف؟ اليهود في أرشليم تأمروا على قتله فعلم التلاميذ بذلك فأنزلوه إلى ميناء قيسرية ومن هناك أرسلوه إلى ترسوس ألم أقل لك أن الرب معنا؟ ما أعظمك يا رب ما أعظمك شكرا لك يا رب شكرا لك المؤمنون الذين تشتتوا بسبب الاضطهاد الذي وقع عليهم مروا بفينيقيا وقبرص وأنطاكيا وهم لا يكلمون غير اليهود عن المسيح غير أن بعضا منهم وهم أصلا من قبرص والقيروان وصلوا أنطاكيا وبدأوا يكلمون اليونانيين أي الوثنيين عن يسوع المسيح ولما وصل الخبر إلى الكنيسة في أرشليم أرسلوا برنابة لأنه كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس والنعمة والإيمان فلما رأى النعمة التي منحها الله توجه إلى ترسوس ليبحث عن شاول ولما وجده عاد به إلى أنطاكيا ترجمة نانسي قنقر وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور اقتادني الذين كانوا معي بيدي فجئت إلى دمشق ونحن هنا أيها الأحباء لا نتكلم عن إله أموات بل إله أحياء يسوع الذي من الناصرة مسحه الله بالروح القدس والقوة جال يصنع خيرا ويشفي جميع من تصلت عليهم إبليس لقد قتلوه معلقين إياه على خشبة هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطي أن يكون ظاهرا وقد ظهر كما سمعتم لشاول كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله ولكنكم إذ رفضتموها وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية هو ذا نتوجه للأمم لأنه هكذا أوسان الرب قد أقمتك نورا للأمم لتكون خلاصا إلى أقصى الأرض نعم أيها الأخوة يسوع هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات له يشهد جميع الأنبياء وأن كل من يؤمن به ينال باسمه غفرانا للخطايا فيما العجلة؟ أريد أن أستمع إلى شاول وبرنابة وهل أصبحت من أتباع هذا الرجل شاول؟ بل من أتباع المسيح أنا مسيحي أنا مسيحي نعم في سوريا أطلق على أتباع المسيح مسيحيين لأول مرء أيها الأخبر نعبة أني أريد أن أعتمد أني أؤمن بالمسيح يسوع سيدي ومخلصي وربي بقي برنابة وشاول في أنطاكيا سنة كاملة محدثان بكلمة الله فانضم إلى الكنيسة جموع غفيرة ومن ثم سافرا في البحر إلى قبرص وقد رافقهما يحنى مرقص خادما وناديا بكلمة الله في مجامع اليهود ولما اجتازا الجزيرة إلى بافوس وجدا رجلا ساحرا يهوديا اسمه باريشو أو عليم الساحر كان مع الوالي سيرجيوس بولوس أيها الساحر أنت تعلم أنني مفتون بسحرك وعجائبك وأريد أمرك يا مولاي كل ما تريده سيتحقق في الحال أيها الوالي إذن أرنا اليوم سحرك يا علي الوالي سيرجيوس بولوس وأنت في طريقك إلى دمشق إذا كان كلامك صادقا فإن إلهك حي ورائع أيها الوالي أرأت تصدق كلامهم لا تصدقهم إنهم يدلبون أيها الممتلئ كل الغش والخب يا ابن إبليس يا عدو كل بر ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة هو ذا الآن يد الرب عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلا حي لا تبصر الشمس إلا حي أين سحرك أيها الدجال؟ إني أؤمن بإلهكم المجد لله المجد لله المجد للرب المجد لله يقال إن شاول الطرسوسي أخذ اسم بولوس من اسم والي جزيرة قبرص سيرجيوس بولوس الذي كان أول شخصية أممية وثنية ذي مركز قد أعلن إيمانه بالمسيح من خلال شاول لقد أصبح شاول هذا بولوس مكرساً كل حياته للأخبار السارة بإنجيل المسيح من هنا بدأنا ومن هنا انطلقنا من دمشق من تلك الصخرة الراسخة الثابتة المبنية من حجارة نطقت وروت وتكلمت الكثير من الحوادث الإيمانية الصادقة حيث مشى الرسول بولوس على أرضها وبدر في ترابها بذرة الإنجيل فنمت وكبرت شجرة وارفة الضلال يدفيأ العالم كله بظلها هذه هي دمشق التي سطعت في سمائها شمس البر والشفاء في أجلحتها نور الحق يسوع الناصري ليتقابل مع ذلك المطهد شاول وليغير حياته ويحوله إلى القديس بولوس الرسول رسول الأمم يحمل رسالة المحبة والسلام والخلاص إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت محاسا يطن أو صنجا يرن وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم وإن كان لي كل الإيمان لأنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا وإن فرقت جميع أموالي وإن أسلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب مال نفسها ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق تحتمل كل شيء تصبر على كل شيء المحبة لا تسقط أبدا العلم سيبطل لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض إننا ننظر الآن في مرآة في لغس لكن حينئذ وجهاً لوجه الآن فليثبت الإيمان والرجاء والمحبة وأعظم من المحب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر